قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابونكم هذه الآية برهان على عز هذه المعبودات فكيف تعبدوا من دون الله ما هو هذا البرهان قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير البرهان هو أن هذه الآلهة لا تملك شيئا حتى الشيء اليسير الذي هو القطمير لا تملكه فكيف تعبد من دون الله عز وجل فإنه لا يعبد إلا الكامل الملك المالك قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابونكم هذا برهان آخر على أنهم لا يسمعوا ولا يسمعوا